ما تعالى ناخد الصفحة الثالثة تطوير منظومة الرأي واستصلاح الأراضي يمكن اتكلمنا عليها كتير بس تعالى أقولك عملنا إيه مثلا في طبطين الترع عندنا 7206 كيلو متر أطوال تم الانتهاء بالفعل من طبطينها في الترع المصرية ومن هنا أقدر أحافظ على المياة بتاعتي من التسرب أقدر أحافظ على المياة بتاعتي من البخرة بشكل أو بآخر وبالتالي أقدر أن المياة توصل من أول ترع أو فرع رأي إلى آخره يعني في أقل من ساعتين في أطول أو في أكبر الحالات الرأي الحديث أنا عندي تقريبا واحد مليون فدان بل هو أكثر من واحد مليون فدان في المرحلة الأولى تم انتهاء تحديث نظام الرأي بتاعه وما وقفناش لحد كده لا دا احنا مكملين في تحديث نظم الرأي في حوالي واحد مليون ومئة ألف فدان بعد إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على المناطق المتعلقة بزراعات قصب السكر لأنها طبعا من الزراعات المستهلكة للماية المسائي تم الانتهاء من حوالي 118 كيلو متر ويزيد عن ذلك 18 كيلو متر تم الانتهاء من تأهيل هذه المساقي فيها تعالى نشوف الدلتة الجديدة الله أكبر أنتوا عارفين لما رحت الدلتة الجديدة كان المزروع تقريبا حوالي 350 أو 370 ألف فدان كلام دا كنا في إبريل 2022 رحت حضرت هناك حصاد الأمح بداية حصاد الأمح طبعا مزروع فيها أمح مزروع فيها بنجر سكر مزروع فيها بطاطس مع زراعات حقلية أخرى إلى آخره عارفين وصلنا لحد إيه دلوقتي لحد 669 ألف فدان ممكن أكون وأنا بتكلم دلوقتي لأنه دا الإحصائية أو الدراسة اللي عملها مركز الإعلامي الحقيقة فتخيل ممكن يكون لحد دلوقتي إن كنت خطينا هذا الرقم لأنه العمل لا يتوقف هناك في مشروع الدلتة الجديد إحنا بنتكلم على حوالي 2.8 مليون فدان مساحة المشروع ككل طب ما تيجي أخذك على سينة واللي تم زراعة 285 ألف فدان بالفعل من إجمالي مليون ومئة ألف فدان مساحة المشروع في سينة طب الريف المصري عندي 150 ألف فدان بالفعل بالفعل تم زراعتهم من إجمالي 1.5 مليون فدان مساحة المشروع طب تعالى نشوف مشروع شرق العوينات عندي 245 ألف فدان تم زراعتهم من أصل 600 ألف فدان مساحة المشروع طب تعالى نكمل أنا بكلمة أنا على فددين زرعت من 2014